هذا وتشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يصادف الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام وأكيدتنا الاستمرار في دعمها الثابت لكل جهد دولي يقود لإرساء قواعد الأمن والتعايش السلمية جهود تقوم بها مملكة البحرين لإرساء قيم السلام والتعايش السلمي إذ يمثل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مثالا حيا للقيم التي تسعى لتعزيزها مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي وهي القيم التي دائما ما تسمع في خطابات جالة الملك المفدى أيده الله وترى متحققة في كافة الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين إن البحرين كانت ولا تزال ذات موقع ريادي عالميا في تعزيز مثل السلام حيث أن الأدوار التي تضلع بها مملكة البحرين تجزلت في العديد من المؤتمرات كحوار المنامة الذي تستضيفه البحرين لمناقشة المستجدات والتحديات الأمنية بالإضافة إلى المشاركة في التحالفات الدولية التي تهدف لمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام الذي ترجه الشعوب قيم السلام التي تنشرها البحرين وفق رؤى جالة الملك المفدى أيده الله تحقق أيضا نهضة المجتمعات وفئة الشباب خاصة إذ مثل إعلان مملكة البحرين الذي تم إطلاقه عام 2017 انطلاقة فعلية لتعزيز القيم ونشرها وتلاه إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وتشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في جامعة سابنزا الإيطالية لتكن تلك أمثلة حية للقيم التي تسعى لإرسائها في العالم فالتعايش السلمي دعامة للسلام المستدام إن المطلع على تاريخ مملكة البحرين وسماتها المجتمعية الفريدة يعلم بأن قيم السلام والتعايش السلمي والوئام ليست وليدة اللحظة فتاريخ أسرة آل خليفة الكرام شاهد على كافة المبادرة والجهود التي قام بها حكام الدولة الخليفية في البحرين وشبه جزيرة قطر على مدى قرون وإلى الآن وعلى أرض البحرين يقف شعب المملكة بكافة شرائحه وطوائفه مجتمعا احتراما وشاهدا على القيم التي زرعت في هذه الأرض فهي وكما اعتدنا قولها في النشيد الوطني بلد الكرام مهد السلام مهد السلام مهد السلام مهد السلام مهد السلام